أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرورنا ونفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بعبد الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومحمدٍ وعلى آله ومن وعلاه كما صليت وسلمت وبارك تربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا يتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين لقد ذميك ونعمة أحباب رسول الله ما زلنا مع حديد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرج بإمام مسلم أن تميه من الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعمتهم وما زال الحديث محصورا بنوع من التفصيل في النصيحة لله سبحانه وتعالى ورأينا إلى حد الآن أن النصيحة لله تقتدي ذكره والأمسابيه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نحن نشاهد من التفصيل نحن نشاهد لأمسابي وعضبت سنسن وامدارت المسلمين ووربعى كل ذلك نعمل 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 سبحانه وتعالى بمع سحر نعمل نعمل هذه المستشفى نعمل ليست اريد إحبادة نعمل وليوم سنقف كذلك عن عنصر مهم جدا يقتضي الله سبحانه وتعالى اليوم سنقف كذلك عن صفحيح وشكرو نعمه وشكرو من أسدى إلينا معروفا من عباده هذا كذلك من المصيحة لله فالشكر أيها الأحباب الكرام في اللغة هو عرفان الإحسان ونشره الشكر هو عرفان الإحسان أن يعرف الإنسان الإحسان الذي أحسن الله إليه والله سبحانه وتعالى يقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله فكل النعم كل النعم حتى ولو جاءت من غير حتى ولو جاءت بطريق غير مباشر من الله سخر الله أناسا لعبد فهي من الله في حد ذاتها وما بكم من نعمة فمن الله والله سبحانه وتعالى كما أمرنا أن نذكره أمرنا أن نشكره فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فهما مقتريني فاذكروني وتحدثنا عنه أذكركم واشكروني ولا تكفرون الله سبحانه وتعالى كما أمرنا أن نذكره سبحانه وتعالى كما أمرنا أن نعمة فمن الله سبحانه وتعالى كما أمرنا أن نعمة فمن الله Und palate بgebraها من حتى الآ別 له Pablo سبحانه وتعالى 물론 كما سبع وثقنا له سبحانه وتعالى كما أ międzyخبارك لديك تحدي بأسجاد شكرا لديه اللهم معه أطلاق بأسجاد وكذلك يستطعوا بأسجاد وديه مفرومة وكذلك لديه نعين ليس للسجود كذلك يستطيع تعاق بأسجاد كذلك يساعدوا بأسجاد ميري وقاموا ذلك de ses bienfaits c'est lui qui nous a dit évoquez-moi souvenez-vous de moi je veux récompensurer et soyez reconnaissant de mes bienfaits et ne les négligez pas négligez les bienfaits du Dieu وعياد بالله كفر النعم كفر النعم وفي الاسطلاة قال ابن القيم الشكر له أتى لنعمة الله على لسان العبد تناء وعلى قلبه جهودا ومحبة وعلى جوارعه القيادا وطاعة المدارج السادسين إذن هذا اقتضي ثلاث أمور أن يظهر الإنسان نعمة الله على لسانه تناء وذكرا وأما بنعمة ربك يحدث الحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى على العبد هذا من شكرها ثم على قلبه شهودا ومحبة بمعنى أنه يستحضرها دائما في قلبه ويعلم أن هذه النعمة إنما أعطيت له من فضل الله سبحانه وتعالى ثم أن يصرف جوارحه لشكر هذه النعم وإن كانت الجوارح في حدداتها نعمة وإن كانت الجوارح في حدداتها نعمة تنقطدي الشكر إبو القيم يقول لا يستحضرها 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 أن يستحضرها 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 سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يستحضرها يستحضرها سبحانه وتعالى يستحضرها يعرف نعمة العقل فلينظر إلى من سل بها جاء أحد الناس إلى أحد الصالحين يشكونه الفقر وسوء الحال فقال أترضى أن يكون لك عشرة آلاف بدون سمعي فقال لا قال أترضى أن يكون لك عشرة آلاف بدون بصري قال لا قال أترضى أن يكون لك عشرة آلاف بدون يديني قال لا قال أترضى أن يكون لك عشرة آلاف بدون رجليني قال لا قال أترضى أن يكون لك عشرة آلاف بدون عقلي قال لا قال فكيف تشكو ربك وقد أعطاك خمسين ألفا بدون الشيء يعني لو تما أنت في أن تشكر الله على ما أعطاك من نعمة السمع والبصل والفؤال انظر إلى الذي ليس له السمع كان لو كان له السمع لا كان عنده رأس ماني في الدنيا كلها اخبار سيدهم عن بحاجة الوضع والبصل والذور التي يترسي العمية ومسلم أنت ليس من الشعب عندما أفضل أن تكون الكثير على 10 أمي ما تقول أنه كبيرا أنه ستستني أنه سيطنياً سنبعه لدى 10 أليس أولى سنبعه أمثلي سنبعه رغمه تستطيع القتيب أنه سيزم الأولى ، هو سمسطنيه تمني من جيد ، فعله قد يزارك أبيوت الذي ينستنيه لا يقال لدانه بحما هو سنبعه سنبعه لا لكنه سنبعه وليه لن سنبعه سيطنيه سيطني بحما هو في فجرى يسرسوا بي مصادرiche يتصلك ستعفاق اي 80 ملاحظة اي 10 ملاحظة اي 10 ملاحظة لا لا ، يصلك كملك اللي التي طبيرت أنه هل لك أنك أعرف سكون هل يجب علي هذا المصل يقولون الثوري إولاد جعالحة الأفضل فقط دبيع دالة الله سبحانه وتعالى فهل يجب أن نقفض عليها وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة صباحا مساء لذلك يا أحباب الكرام فإن الشكر حتى الله سبحانه وتعالى جعلها من صفته وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا ذار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصف ولا يمسنا فيها لعوب جاء كيف شكر الله لأعمالهم أحلهم ذار المقامة التي لا نصب ولا نغفق وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور والله سبحانه وتعالى يشكر لعباده أعمالهم بأن يغفر لهم الدنوب وفي نفس الوقت لا يغفر الدنوبة بس وإنما يجازي عن العمل الصالح في الجنة وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى في كثير من حديده في كثير من آيات القرآن حينما يشكر لعبديه عملا كما جاء في حديث البخار والمسلم أن مبيه صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الرجل الذي كان بفلات كان بصحراء فأصابه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم التقع بكلب وكلب يلحس الطرى من شدة العزة فقال لعل الكلب ما كان به من العطش فأخذ الكلب ونزل البئر وأسقاه حتى ارتوى من خفه في رواية فشكر الله صمعه فغفر له في رواية فشكر الله له جاء الله بالفاعلية وجاء بالمفعولية شكر الله أي الله الذي شكر هذا الصمع فغفر لمن صنعه شكر الله أي الكلب شكر لهذا العبد صمعه فغفر له كما تعلمون من صنعه فغفر لمن صنعه أنه مناسبة لي أضعي في رواية وكما تعلمون من صندوق الناس بقياه صندوق الناس بقياه حقاً في رواية وعندما يتجعون من خفر بالمحر وقال له حفر في رواية وقال لشكس من صدقه وقال له حفر في رواية يسأل أن يتكلم في هذا الموضوع في هذه الأعزال في صفحة القتالة يقول في شخص الاعتراف ويقال بلتكلم في هذه الأعزال وقال بها يجب على سبيل المعنى يسأل أن يكون هكذا إذن أهل أحباب وكرم إن أشكر أن نعم يقتضي تناتة أمور أولا يعترافون بها وذكروها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجلنا فقال له أليس لك مال؟ قال بلى من كل مال أتاني الله قال فإن الله إذا أتى عبدًا نعمتك يحب أن ترى عليه وفي رواة إن الله يحب أن يرى أتر نعمته على خلقك فقال له أفكارك الغربية ، فقال إذا شررت له إذا كنت محبتًا وفي رواة إنها آمنت وفقال لagon أتوالي فقال له أخبر ذلك إنه سيء إذا أعطاق دائم فقال له إذا قد فعله إذا أعطاق دائمًا فقال له أعطاق شراء الله سيء ستطع أقارك لا يجب أن تفعل ذلك وعليك وعليك وحالة لا شيء وكما قال الله يقول كل ما شئتا وأنك يجب أن يجب أن يسعر السلام كل ما تطلبه امجي عندك وقعكك عندك ومجي عندك في طرف الهبع ومجي عندك وكأنك من أنك تكون له وكأنك تم تتبعه لا تتعيني حاول انتهاء تساته للحصول على اش Mary's أعلم أن يسمع الكثير من العلاقه لأنيك يبقى أن يصحني الطعام وأنك تسحظك هاد في هذه أكبر تسحظك en التجاريخ تسحظك في هذه المحتاطه أي شئبا أنك كذلك تسحظك لا أحيد تسحظك وهذا ، يمكنك أن تصبح ذلك وكذلك يمكنك أن تجربتك تذعر لك اجلّك العزان و شكراً generثة فمعمة الله التي أنعم الله بها عليه في معصيته ولإضرار خلقه فينشئ الله أن يزيلها ينشئ الله أن يزيلها والله سبحانه وتعالى ضربنا مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وطمئنة يأتيها الرزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأضاقهم الله يباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا مثل ضرب الله قال بعض المبوسيين لما كفرت قريش وكذا فأصابهم الجوع فيما ولكن بعض المبوسيقان هذه آمنة الله أعطني كل مباشرة إن سيطة ينشئ لسيطة سيطة فيها في كل نوع وإن سيطة في مباشرة وإن سيطة في مباشرة ينشئ لبيان في ديو الله أعطني وإن سيطة في مباشرة وإن سيطة في مباشرة وإن سيطة في مباشرة إذن أرحبا بكرام إن من أركاني هذه الشكر أن يتحدث الإنسان وأن يبين نعم الله سبحانه وتعالى فيما يردنا أقول قولي هذا والصحة الله والصحة الله والصحة الله والصحة وإن سيطة في مباشرة وإن سيطة في مباشرة إذن إعترافوا بالنعمة والتحدث بها وصرفواها فيما يردنا وإن سيطة في مباشرة وإن سيطة في مباشرة الحق القيين له الشكر إن كنتم حقا تعبدون الله إذن فمن علاماتي حق العبودية الشكر واشكروني الله إن كنتم إياه تعبدون تعرفون الشيطان يعرف أن الصلاة المستقيم والعبادة تتلخص أمرها في في الشكر لذلك ماذا قال لرب العالمين قال فبما أغويتني لا قعدن لهم صراتك المستقيم ثم لأتي أنهم من بين أيديهم من خلفهم وعنمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين قال الإمام الغذالي إن الصرات المستقيم المقصود به هنا الشكر إنه أعقبه لا قعدن لهم صراتك المستقيم لأصدنهم على أن يشكروا نعمك ولا آتي أنهم من بين يديهم يعني سيأتيك من كل حدف الوسط حتى يصرفك عن الشكر والإنسان الذي يتمرر في نعم الله ومن أعظم نعم الله كذلك الإيمان والإسلام فضلوا إلى غير المسلمين كيف يعيشون حياة كلها نكت وكلها والإياد بالله على المستقيم في حياتي جد المؤمن دائما بين حالدين دائما أعود aro 기에 قد装 أعوب نعم there نعم يأتي بالطور من ويظهرت إلى الجو ؟ هذا يحدث عن الكلمان هذا يعني أنه يمكن أن يكونakovمر ويقول لك ، أنه يقول للعرفة هذا يجب أن يتتمنى عندما يتجب في التسحيات اثنين لا تنت لهما. وكما قال في النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن. ان امره كله خير. ان اسابته صراء فشكر فكان خيرا له. وان اسابته ضراء فصبر فكان خير له. فالمؤمن يتقلب بين الشكر والصبر. فاذا انعم عليه شكر المنعم. واذا ابتلي صبر على انضعاتك في الانبياء. لكن ليس المطارح. اجابله لو شكرا لانه اجابله. لا يوجد التعاقل. فالمقال البحث اجابل و أعزبه اجابله. لم يكن عزبه. اللوح المازل عبادة. فم يعزبه لورث شكرا لانه يتقلب بين شكرا. والمازل لذلك أحباب الكرم إن الشكر النعم كذلك من صفات الأنبياء الأنبياء كانوا لله شاكرين وعلى سبيل المتال كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور نوح إنه كان عبدا شكور يشكور إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمتا قانitا لله حنفا ولم يفعل من المجرقين شاجعان يأنعمه يجتبعنا هذا هو السلام المسطقيم نحن يتبين كذلك السلام المسطقيم والشكر إبراهيم إنه كان أمتا قاني تلقى أمتا لله حنفا ولم يفعل من المجرقين شاكرا لأنه أعلمه كان جميعاً أعرف بيان في الجنة الله سوف أخبره إلى الضوء الشمال إذلك أيها الأحباب الكرام كذلك شكروا الناس وعلى رأس شكر الناس شكروا الوالدين أن يشكر لي ولي والديك إلي المصير والديك الذين هم السبب في خروجك إلى الدنيا الله هو الذي قدر أن تخرج ولكن كان السبب ذلك جعل الله صحانه وتعالى بعد عبادتي وليحسان إلى الوالدين أن أشكر لي ولي والديك تتوين مرميغسي آسي تتوين مرميغسيه تتوين مرميغسيه تلك المصير celui qui نرميغسيه پا سيباره إلا باكملتير نرميغسيه مؤدئي سبحانه وتعالى ثم من أسدى إليك ونبيس الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله خرجوا التميدي وإحمد وعليه سيليك نرميغسيه نرميغسيه ما هذا يوجد حقًا فلتي قد تكون ديوز قد تكون مدى شخص تحت اجتبه لكن يجب ان تحمل عليهم ولكن ليست في educatingكم فلقد معي يشكور الله كثيرا ستببوني من فضلك لكن وقد اشترى الواضح تعرفنا للماذا أنه يجب أن تحمل من فرض دائما وليس لديه أساسي وليس لديه أساسي لتجعله أساسي وليس لديه أساسي ويساعده عندما يختار الله يأتي من المال من العلم من الصحة من الوقت ما تعين به الأخر فإنما أعنت به الأخر هو رزق له وهو نعمة أسلاها الله إليه ولكن اختارك أنت لتكون أنت السبب فيها فأنت ينبغي أن تشكر الله لأن الله لو شاء لكنت أنت محتاجا إلى غيرك ليكون غيرك قد استفاه الله تعالى ليس لإليك المعروف أنت لكنت من المعروف أنه ينبغي أنت أنه ينبغي أن يُعينه وأنات لك أنت منك برنا ينبغي أنه لأنه ينبغي أني منصبح سبيعين انتنقل انتقل أنه محتومين ما ينبغي أنه انتقل انتقل أنه محتر ترجمة نانسي قنقر الكرام. هو ماذا؟ هو عقالها. قال احد الصالحين ان النعام متوحشة فاعقلوها من ان لا تفريد. واعقلوها بالشكر. النعام متوحش يعني كالدواب المتوحشة التي يمكن ان تفرق. فاعقلوها. ذلك الله سبحانه وتعالى قال وذا ان شكرتم لازيدا لكم. وذا ان كفرتم ان نعالى بالجلد. عندما لا نشكر البيان في ديو. ديو يستطيع ان تفرق. لأننا لا نشكر. والشكر والزيادة مقترنا. كما أن الكفر والحرمان مقترنا. الشكر يساوي الزيادة في النعام. الكفر النعام يساوي حرمان منها. رمسين. رمسين للمدن. وتعالى. استطيع ان نغتطي BHوه منechهم اجن 98$ اما ان استطيع ان اتطاع أن تقيabaению Pourquoi لكمshire؟ للمت bardzo. وهم فمكتب فكر! نام القهوم Füronos سبيبه في خدمة عباده الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ترهر وأما فلا ترهر ـ فلا ترهر لك للتشارك